قرار تأجيل مباراة أسترن كامبني وده قرار من رابطة الأندية المحترفة لحنا بشكرهم أنا شخصيا بشكر النهاردة دلوقتي بشكرهم على هذا الأمر من منطلق حرص رابطة الأندية المحترفة ودعمها للنادي الأهلي بصفته ممثل الكرة المصرية في بطول الدوري أبطال إفريقي وبناء على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراةه القادمة أنا كان نفسي بقى اللقطة دي ما تكتبش حقول له حتكلم مع حضراتكم بعدين وبناء على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراةه القادمة في الدوري العام مع فريق أسترن كامبني والمقر اللعي يوم 25 مايو الجاري وأداء هذه المباراة بدون اللاعبين الدوليين وفي موعد لا يؤثر على جدول الدوري العام أو موعده وكذلك موافقة مسؤولي نادي أسترن كامبني على رغبة النادي الأهلي في تأجيل المباراة فقد قررت رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل المباراة وإقامتها يوم الأربع الموافق 15-6-2022 الساعة التاسعة مساء على أستاذ السلام وتؤكد رابطة الأندية المحترفة دعمها للنادي الأهلي في مسيرته ببطولة دوري الأبطال متمنين للنادي الأهلي ممثل للكرة المصرية الفوز بالبطولة وإضافة بطولة جديدة للكرة المصرية وكذا تم تأجيل مباراة أسترن كامبني زي ما حضراتكم شايفين بقرار من رابطة الأندية المحترفة أنا شخصياً يعني كلنا تقريباً كنا متأكدين من صدور هذا القرار ولكن أنا كنت أتمنى اللي هي الجزء بتاع بناء على طلب النادي الأهلي يعني بناء على طلب النادي الأهلي تمام وهو النادي الأهلي طبعاً عايز يرايح لعبته لأنه عنده عدد كبير من اللاعبين المصابين المشكلة دلوقتي مش في مباراة أسترن بالمناسبة للناس بس اللي عملت ترغي في هذا الأمر مباراة أسترن كامبني واحدة من أصعب المباراة أسترن كامبني يتغير تماماً مع كابتن علاء عبد العلم ما دخل له كابتن علاء وعمل فريق جديد تقريباً عمله في الانتقالات الشتوية ونتيجه هي اللي بتقول هذا الكلام مباراة كاسبان لغاية الديئة 97 سموحة من واحد رابع أو خمس الدول يسموح ف لكن إحنا دلوقتي كل تفكيرنا وكان من المفترض أن يكون كل تفكير المسؤولين عن الرياضة في مصر في هذا الأمر تفكير واحد بس كيفية إراحة النادي الأهلي للمباراة النهائية وجهة نظري لكن إحنا ما شفناش أي حاجة حصلت خلال الفترة السابقة إلا النادي الأهلي بيطلب أنه هو يأجل استرن كامبني الحقيقة مشكورين كانوا بدروا وبسرعة جداً بالموافقة على طلب النادي الأهلي لأنه ده الطبيعي على فكرة ده الطبيعي طبعاً بعض التعليقات المغرضة الحقيقة أقول لك أصل لهم ماتش إلا تساب يا جماعة اكبروا بقى يعني في بعض من لا يشجع النادي الأهلي الموضوع ده دايماً يخشوا فيه اكبروا بقى عن الكلام ده الكلام ده النادي الأهلي أكبر من كده كرة القدم والرياضة في مصر أكبر من كده بكتير بكتير يعني كفاية ظلم كفاية ظلم عايزين نتفرج على كرة قدم حقيقية خصوصاً نحن عندنا هذا النادي الكبير العريق النادي الأهلي ده لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي برا مصر شوف الناس بتقول إيه لكن النادي الأهلي بيتعرض لجميع أنواع الظلم في محلياً وإفريقياً ومع ذلك المباراة النهائية إفريقياً والدوري العام لو ربنا كرمنا في المباراة المؤجلة حاليبقى أول الدوري اشتركوا في القناة